اكيد الكلام لسه مخلصش ومعانا ضيوف متميزين جدا الحديث عن هادية الشخصية العظيمة اكيد النهاردة حيكون معانا القصة انجلوس جيرجس جاهن كنيسة الكديسين جوارجيوس والانبا انتونيوس مصر الجديدة والاستاذ بالكلية الاكريليكية منورنا نهارك سعيد حياتك صاحب بيت اكيد بس مش حاضر اقول نهارك سعيد اويل ان اكيد يعني من الله كله خير اولا عايز اعرف اول تعليق او اول رد فعل نجي لحضرتك لما جالك هذا الخبر فيه تلات حاجات اولا بالنسبة للقدسين اللي زي قدست البابا السماء الانتقال معناها الدخول للفردوس والراحة السماء واللي كان قريب من البابا كان يشعر الفترة الاخيرة مدى قلمه فشعور بانه ارتاح لانه تألم كتير المشاعر التانية وهو وهو فقدان الاب لانه يمكن مش كتير يعرف ان لفظ البابا ده لفظ ابطي قديم يعني لغة جزور فرعونية بي قابا باللغة الابطية اللي هي تطور اللغة الفرعونية بي قابا يعني الاب الكبير وده لقب مصري انتقل من مصر اللقب ده الى روما يعني لقب بابا لقب مصري اصلي وكان بيطلق في الايام الفرعونية على الاب الكبير بتاع القارية فده لقب صوميم مصري ولقب حميمي البابا انتقل زي مرت حضرتك من مصر الى روما فيما بعد بابا روما الاب الكبير البوب يعني بوب باليوناني باباس يعني الاب الكبير برضو باليوناني لكن البابا ذا بوب يعني البابا ده لقب حميمي لنا ابونا البابا الكبير بتاعنا واحنا كجيل ما نعرفش بابا غيره يعني فعلا يعني احنا طلعنا هو كان بابا شنودة الثلاثين سنة اللي فاتت وهو مش فقط لانه معرفناش غيره لكن لانه قدست البابا شنودة شخصية ملأت الدنيا كلها قوة ومعنى وفكر وحضور وكارزمة وكان له بصمات على مستوى العالم كله ومش مستوى مصر بس نمرة ثلاثة مشاعر الثالثة بقى وهو مشاعر صدمة يعني بالرغم اننا كنا مهيئين لده وبالرغم اننا عارفين ان البشر كلهم يعني ده طريقهم لكن صدمة ان خلاص يعني هو كده موضوع انتهى هو مش هنشوفه تاني حاجة كسرتنا يعني كل حد تكلم عن قدست البابا شنودة كل اللي تكلموا عن هذه الشخصية قالوا كلمة مشتركة الحكمة كان راجل حكيم ويمكن دي كانت متجلية فترة اخيرة خصوصا السنة اللي فاتت مع الأزمات الكتيرة اللي حصلت مؤخرا هذه الحكمة كانت جاية من شخصيته هو ومن يعني فكره المختلف ومن حبه لهذا البلد ولا كانت جاية منين اي شخصية الحكمة بتنطلق من شقين شق شخصي اللي هو اللي قلنا عليه الكارزمة والعمق الشخصي وشق ثقافي وقدست البابا كان عنده الاتنين دول هو كان رجل مفكر جدا عميق على مستوى الفكر وعميق على مستوى الروح يعني هذا الرجل اللي له أعماق متوحد في البرية تارك كل العالم علشان يبقى واحد زي النساك الكبار او الذين تركوا العالم بعمق فلسفي روحي وقعد في الصحراء فترة من عمره فقط يحيى لأجل الله ددت له عمق داخلي رجل مش عايز حاجة على أي مستوى عمق طبعا أيضا فكر قدست البابا كلماته تتوزن ويمكن لأن عصرنا كنا احنا بنسمعه يكاد يكون مرتين ثلاثة في الاسبوع قدست البابا أكبر بطرك على مدار المئة وسبعتاشر بطرك علم مفيش بطرك كان بيعد يعلم أربعين سنة الفترة قبل ما يتعب مرتين في الاسبوع في القاهرة والاسكندرية ويلتقى بشعبه ومفكر وكاتب وشاعر وفيلسوف لازم يكون حكيم يمكن برضو بنكمل الكلام ونقول ماذا بعد ماذا بعد هذه الشخصية ماذا بعد اذا كنا بنتكلم على المنصب منصب البابا نفسه احنا عندنا ايمان ان هذا المنصب لا يؤخذ بصورة بشرية نهائي لانه ما هواش منصب سياسي ما هواش منصب حتى من يسعون اليه يمكن ان يأخذوا من نفسهم فيه اية في الكتاب المقدس عندنا بيقول كده هذه الوظيفة لا يأخذها احد من نفسه يعني محدش من نفسه ويأخذ لابد ربنا نفسه هو اللي يكون بيختار فده ايماننا وده اللي مخلينا وسط الكلام اللي عملين نقرأ يعني كلام مش منطقي وده حد كبير يجرحنا الناس تقول مرشحين مش عارف مين ومين ومين نقول لهم ده مش في ذهننا لانه عندنا ايمان قوي انه اللي هيقعد على الكرسي ده من البابا من ربنا البابا ده من ربنا وده يطمنا اكيد عايزين نتكلم يا فادي معنا النهض النهضة اللي شهدتها كنيسة الارتوديكسية فعاصر خدست البابا طبعا طبعا خدست البابا زي ما بقولت في تاريخ البطاركة الـ 117 اسمه مكتوب بالدهب في كم الكنيس اللي انتشرت في العالم كله اكبر بطرك قدر انه يضع الكنيسة الابطية في العالم يعني انا مش بتكلم بقى على مستوى مصر وده انجاز اخر يعني كم الادورة وكم الحياة الروحية اللي علمها لنا كفكر وكمعلم وانه اعاد اعاد روح الرهبانة الابطية في الادورة واعاد روح التعليم الكنيسي في الكنيس لكنه ايضا كم الكنيسة اللي في المهجر اللي في العالم كله قدست البابا استطاع ان يضع الكنيسة القبطية محطة انظار العالم كله وحيطك يعني كمان لك احتكاك انا عارف يتسافر كتير وعارف هذا الدور مؤثر جدا وشايفه ولمسه بايدك انا فاكر كويس جدا انا خدمت في الدنمارك فترة يعني قدست البابا بعثني للدنمارك عشان ارعى الكنيسة بتاعتنا هناك ووقتها كانت احداث محرم باسكندري فوقتها وقتها القرش بيشوف بتاع الدنمارك بتاع الدنمارك نفسه بقى يعني فكلمني يعني قال لي احوال مصر ايه وبتطمن على الاحوال عندكو يعني فقلت له يعني الامور هتعدي يعني صعبة وتقيلة لان ايه كان فيه حد دخل وضرب حد بسكين وكلام من ده وكان قبل عيد بتاعنا بتقول له هتعدي اه واحنا وثقين ربنا موجود يعني فقال لي واخبار قدست البابا شنودة ايه فقلت له شيء غريب فقال لي ايه الغريب قلت له الغريب انك بتسأل على قدست البابا يعني في وسط الاحداث دي قال لي جملة مهمة خالص قال لبابا شنودة رمز عالمي للمسيحية البابا شنودة رمز عالمي للمسيحية وده بيوري رد الفعل العالمي اللي احنا شفناه من كل الشخصات العالمية اللي قالت تصريح باراك اوباما ولا جوبي وغيرهم من الشخصات الكبيرة جدا طبعا وقت الفتنة الطائفية ده كانت يمكن برضو من اهم الملفات المستمرة اللي عدت فيها مصر وعدت فيها قدست البابا شنودة ايه هي في نصر حالتك يا فندم اهم الازمات اللي مر بيها ولو كنت لمست حكمته في التعامل مع هذه الازمات بطريقة شخصية يا رد تعرف الحقيقة منذ ان جلس قدست البابا على الكرسي المرؤوسي وكانت فيه ازمات طائفية بعض الكتاب اللي ليهم وجهة نظر متطرفة يعني ينظروا الى اني يقولوا كم الكوارث الطائفية دي متزامنة مع جلوس قدست البابا فيقولوا اذا قدست البابا لو يد نقول لهم لو قدست البابا كان عايز يعمل فتنة طائفية البلد دي كانت بقت فيها حرب اهلية تماما لكن فيه فرق بين اني قدست البابا كان يقول ما ينفعش كده علشان ما اقدرش ااجي على حقوق اولادي ولا حقوق الكنيسة لكن في الوضع الاخر كان وضع البلد كمان فوق الامور دي يعني قدست البابا كان دايما يضع امن مصر وامن البلد وامن الشارع فوق كمان احيان كتيرة اوضاع تانية حتى انه لما لما رئيس السادات اصدر القرار ان البابا يقعد في الدير كان ممكن البابا لو قال شوية تصرحات من جوة الدير كان ولع مصر كان ولع مصر لو كان قال بس اولادي يقول الدير كانت هذه الملايين كانت زحفت وكانت بقت ازمة اه طبعا كانت لأ النهاردة قصة مختلفة على ان الدولة رئيس الدولة ياخد قرار ان البابا بمحبة الناس دي كلها اللي حضرتك شايفها يبقى في الدير لكن البابا ما عملش كده خالص برغم انه كان ممكن بلد تولع في وقت كانت لو حصل ده كانت بقت حربة اهلية بابا ما عملش كده اوضاع اخرى كتير البابا كان اقصى شيء يعمله كان يقول اذا هعتكف اصلي في الدير كان ممكن يولع الدنيا لو قال كلمتين بس في المحاضرة ازبوية بتاعته كانت تطلع الجمهور دي كلها تولع في مصر يعني الصمت منه في بعض المواقف كان حكمة في حد ذاته طبعا طبعا واحيانا كنا نقول له يا سيدنا يعني يعني الوضع محتاج تقول حاجة لكن هو كان عميق جدا وحكيم جدا هو احيان كان يقول كده هو اني اني انا هروح احط الموضوع قدام ربنا اذا هذه الشخصية بعمقها مش بس الفكرة عمقها الروحي كمان كان كان يستطيع بصلاته ايضا ان يحمي مصر كلها هل توفى البابا شنودة وهو قلق على الاقباط احنا عندنا اصدنا قناعة قوية ان الكنيسة ليست في يد بشر وان وان الله يستطيع ان يحمل كنيسة على كل المستويات ففكرة الالق ده قد قد تكون في ذهن البابا على مصر كلها ان الوضع اللي فيه مصر كلها وضع مقلق والبابا كان قلق جدا على مصر لكن اما فكرة الاقباط نحن لسنا طائفة لها صورة حزبية ولكننا مواطنون نحيا مع الله مسيحيا هل هناك مواقف لحضرتك شخصيا تذكرها مع البابا سواء مواقف شخصية او مواقف عامة تتذكرها ليه اه مرة عامة طبعا كتير يعني يعني انا فاكر عامة لما كنت في الدنمارك ارسلت له قلت له يعني قدست البابا انا عايز ارجع قال لي ما تستنى شوية يعني يعني انتظر شوية اخدمهم فقلت له سيدنا انا تعبت عايز ارجع ليه اللي كنت عايز ترجع لو كنوا ممكن نعرف يعني الحنين للمصر انا يعني ما كانش في اي مشكلة في التجربة هناك لا خالص 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 بالعكس جالية كبيرة هناك في الدنمارك كان عندنا احنا كنا بنخدم اقباط وسوريان سوريان اللي هو الشام كمان يعني وعرائيين وقتها كمان كنا بنخدمهم اه فده كان كم لكن اللقباط وقتها في الدنمارك كانوا حدود كان ده كان سنة كم خمسين ستين عيلة اه الفين واربعة اه اه خمسين ستين عيلة يعني ده العقباط بتجمع بقى كمان بنوصل للميتة عيلة يعني اه فقلت له عايز ارجع فقال لي اه خلاص ارجع لكن موقف شخصي معارضش اه لا خالص بالعكس يعني قال لي رياحك اللي هي رياحك انا هعمله لك لكن موقف شخصي مرة كان في موضوعات يعني هو طلبني اتكلم معاه فيها والعدة الوقت كنا من الساعة عشرة وصلنا للساعة اتنين صباحا وإحنا عاملين نتكلم آه اتنين صباحا دايما عناها الابواب تقفلت بتاعت المقار الباباو اللي تحت يعني فقال لي انت هتنزل ازاي دلوقتي فالطول هخبط على الابواب قال لي يمكن يكونوا نايمين وتوقف شوية على الباب تحت فالطول ما عليش سيدنا لا مايصحش تعالى من عندي فوق من جنب القلاقة سنصير بتاعي الشخصي هم انزلك منه تنزل على تحت على طول واخدني معاه طلعني فوق لحد عنده فوق ونزلني علشان ما قفش اخبط على الباب هو كان قب بجد بجد يعني شخصية اه حب المصر كان شيء يعني معروف للجميع وحب كان يعني مش حب هو عدى مرحلة الحب تقول ايه عن حب البابا شوه ده انا دايما بقول هو صاحب المقولة التي ستظل غالية علينا كلنا ان مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا بص بساطة الكلمات لكن عمقها لابعد الحدود فعلا يعني نحن نحمل مصر في كل حد وهو حتى يقول حينما اسافر احمل مصر في داخلي هو كان على فكرة برا مصر يقول ما اقدرش ابعد عن مصر حتى في وقت ما ارده يقول امتى ارجع حالة التدافع ورحيتك شايفها النهاردة في الكنيسة وفي كتدرائية طبعا وحالة يعني هنقول ايه اكتر من الافات ما داخلنا على ملايين ملايين في ناس كتير يمكن يتزحموا ممكن في ناس ماتوا في ناس تعوروا وغيرها شايفها بتفسرها باي على بعدين بعد عاطفي حب انت متخيل زي ما قلت حضرتك بزبط الاب بزبط البابا هو ابونا يعني كلمة دايما احيانا ينظروا الى البابا كمركز البابا في الكنيسة ابو العيلة دي الاحساسات عشان كده ناس كتيرة قوي ما تفهمش ليه ليه اللي بطي كان يروحوا للكدرائية للبابا لان دا ابو لينة ايه لو لا تتخيل القدس البابا لما كان ينزل كم الفقرة اللي كنوا وقفين مستنيينه كم فقرة مستنيين علشان بس البابا يعني يشعر هو كان حنين جدا يدي الفقير ده ويقول ده ده المستشفى ويقول ده شفوه ومشكلته هو اب الاحساس دي يا بقى تخلت الشعب القبطي كله عايز ولو ينظر اليه فقط يعني لكن طبعا وده كان قرار المجمع المقدس ان اغلاق الكترائية علشان التدافع ده ما يبقاش فيه اي ضحايا لان احنا برضو قلبنا وجعنا ان فيه ناس اتوفت نتيجة هذا تدافع بعد اخر بقى اجتماعي بتاع الشارع يعني انا كنت لسه بقول قبل ما ما جي هنا ما عندناش ثقافة المحافظة على الاخر يعني احنا واحنا ماشيين كل واحد عنده هدف بس بيعمله مش مهم اللي جانبه بقى بيخبطه بيعمل فيه ايه وده اللي حصل كده يعني للأسف يعني وقد يكون ده كم الشحنة العاطفية خليت الناس تمدفع بصورة شديدة لكن كان لابد ان احنا ناخد بالنا طبعا يعني المشهد لو حضرت شفت يعني الكاثدرائية بعد نص ساعة من انتشار الخبر كان فيها مش اقل من مئة الف شخص كلهم وقفين وعملين يصلوا ويصرخوا ربنا ما كانوش مصدقين يعني مع ان زي ما حتك قلت هو كان بحكم السن وبحكم المرض كان شيء متوقع بصدما فجئنا برضو يعني صدمة الفراء صدمة صدمة الفراء المرحلة اللي جاية فانديم المفروض الخطوات هتبقى عاملة زيح نعفل الناس كان لسه معانا مستشاري القضائي لقداiy بيتكلم على نظام الانتخاب وانه مش هيبقى فيه تعزيل في الليحة واواواواوا هل فيه مئمن انا يعني نتجاوز السؤال ده لاني لا احب ابدا في اللحظات اللي احنا فيها بنوضع البابا اتكلم عن من بعد البابا يعني شيء يعني يجرحنا يجرحنا كأباء وكأولاد للقدسة البابا اني وهو لسه ولسه قدامنا وهو لسه كلماته في ودنة وهو لسه لمساته في ادينا وهو لسه عينينا مليانة بشكله اقول طب مين اللي بعده لا ما ينفعش مقدرش اقولها مقدرش اقولها مع انه الكلام كتير جدا منطقي واقعي لا اغير منطقي هو واقعي قلت ان سيادة المستشار قال وتكلم على عيني وراسي لكن انا على مستوى شخصي كابن القدسة البابا مقدرش اعمل مقدرش اقول مفهوم طبعا اخر الكلمات اللي حضرتك او اخر الحكم الدروس اللي كان بيديها وحضرتك فاكر منها حاجات او اثرت فيك شخصي مش شارطة اخرانية بس اعمة اخر كلمة هو قالها اخر كلمة هو قالها اه وده شيء برضو احب انوه لي يعني فتل فتل جرائد ومواقع كتبت ان البابا تنيح من الصبح واحنا اخفينا الخبر ست ساعات عشان نوضب كلام كلام سازج سازج البابا انتقل للسنة الساعة خمسة وربع اخر كلمة كان الساعة خمسة رفعني وبصرب بنا كده وقال له يا رب انت تعلم انه لم يعود لي قوة وغمتاني انت تعلم انه لم يعود لي قوة انت متخيل شخص محارب كأنه عايز يقول انا للنفس الاخير بحارب للنفس الاخير واقف علشان اخدم وده الشيء الغريب انت شفته اخر حاجة انا انا بعد ما نزلوا البابا على كرسي في الوعزة الاخيرة انا روح قلت لهم ليه كده ليه ينزل على كرسي ليه المشهد يبقى كده قالوا لي ده طلبوا ان يفضل بيعز ويفضل يتقابل مع الشعب الى النفس الاخير هذا الرجل لا يمكن ان ينسى انا كتبت ونزل على قناة ماري مرقص بتاعتنا ميساد قلته ان رحلت عن عالمنا لن ترحل عن عالمي كلام يعني تتقاش بعض الكلام النهاردة وفي اللحظة اللي احنا فيها هدايات الجنازة المشهد المهيب دوت مستعداله الكنيسة ازاي الترتيبات اللي حتكون موجودة عشان برضو استادة المشاهدين يكون عندهم علم يعني هو بعد اغلاق كمان الكاتدرائية اغلاق الكاتدرائية يمكن هيدينا بس فرصة ان الامور تبقى اهدى شوية جوه لان فيه وفود من العالم كله وفيه كم من الامور لازم تتوضب كانت يعني هيكون من الساحداشر بس قبلها طبعا البابا هيتوضب له التابوت او الصندوق بتاعه مه وهيدخل من بيدخل من الكاتدرائية مه وبيتم صلاة الكنسية عليه مه وبالمناسبة انا بشكر لسيادة المشير مه انه هينقل قدست البابا بطيارة عسكرية وده لفتة يعني احنا بنشكره بيها جدا لان ده اولا تكريم ثانيا وفر علينا حاجات كتيرة قوي وهيروح اتعمله مكان في الدير اما بشوي حسب رغبته الشخصية ان هو يعني كانت زي ما كان بيقول احلى احلى ايام عمره كانت في الدير فكان عايز يظل انه موجود في الدير حياتك يعني تأثر جدا فيعني ده ده البابا البابا مش اي حد البابا شنودة كمان على مستوى شخصي مش اي حد اللي بيتعامل معا شخصيا هو اب على كل المستوى لا تتخيل كم العاطفة اللي بيديه اللي حواليه يستطيع ان يحتضن اي انسان حزين يستطيع ان يرفع الام اي انسان بيجيله اكتفي بالكلام دوت القصة انجيلوس جيرجس كاهن كريسة القدسين وارجيوس والانبه انتونيوس مصر الجديدة والاستاذ بركلية الاكريليكية يعني مش حنقول التعازينة زي ما حدك قلت هو حاجة هو راح لمكان احسن زي ما حدك قلت فما فيش كلام تاني ممكن يتقال نتذكر البابا شنودة من خلال نهارك سعيد هنروح لفاص ونرجع تاني خليكم معنا